تتجه الولايات المتحدة نحو إغلاق حكومي من شأنه أن يعطل العديد من الخدمات ويضغط على سوق العمل والعمال ويعكر الأجواء السياسية يقطو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى سن مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري وديمقراطي بهدف منع إغلاق حكومة الولايات المتحدة السبت المقبل هذا وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 19 لصالح بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى السابع عشر من نوفمبر بميزانية نحو 6 مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية ومثلها تقريبا لمساعدة أوكرانيا وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن زعماء مجلس الشيوخ يأملون في إرسال التشريع الجديد إلى مجلس النواب في الوقت المناسب لتجنب الإغلاق المقرر أن يبدأ منتصف ليلة السبت القادم للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا كريم يسري كريم تطلعنا إذن على تفاصيل هذه الخطة لمجلس الشيوخ لمنع الإغلاق الحكومي السبت المقبل نعم لنا ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين وتشاك شومر زعيم الديمقراطيين أعلنوا بأنهم سيتم إرسال مشروع القانون بعد التصويت عليه بالتأكيد ومروره بأغلبية 77 صوتا بمجلس الشيوخ إلى مجلس النواب للتصويت عليه خلال اليومين القادمين قبيل الإغلاق الحكومي المقرر يوم السبت القادم أو مساء يوم السبت القادم لتفادي رابع إغلاق حكومي خلال العشر سنوات الأخير آخر إغلاق حكومي كان عام 2018 نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 إبان حتبة الرئيس السابق دونالد ترامب وكان بسبب الخلاف حول بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك الخلاف هذا العام يأتي بسبب إصرار عدد محدود من الجمهورين بمجلس النواب على الدخول في إغلاق حكومي للتأثير على إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بشكل سلبي وإشترطوا وضع برامج محددة أو قوانين صارمة متعلقة بالهجرة والحدود وهو أمر لا يقبله عدد كبير من الديمقراطيين بمجلس النواب كيفين مكارتي زعيم الجمهوريين أو رئيس مجلس النواب أمام أزمة حقيقية لأنه إذ ما طرح مشروع القانون الذي مر في مجلس الشيوخ سيتم عزله من قبل تجمع الحرية الذي يؤيد الرئيس السابق دونالد تراب ويؤيد كل سياساته ويعمل على إفساد كل القوانين وكل مشروعات القوانين التي تؤدي ربما لبعض الإيجابيات بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية كان هناك اجتماع حدث في مايو الماضي أو اتفاق حدث في مايو الماضي بين جو بايدن الرئيس الأمريكي وبين رئيس مجلس النواب كيفين مكارفي حول التمويل الحكومي المقرر بـ تريليون ونصف تريليون تقريبا ولكن الآن هناك اشترطات بتقليص التمويل الحكومي أو الموازنة الحكومية الجديدة بنحو 120 مليار دولار مع إصرار عدد كبير من الجمهوريين على وضع برامج صارمة بشأن الهجرة والحدود مع مكسيطة يعني كريم هذه الخطة التي يضعها مجلس الجمهوريون تحديدا في مجلس النواب هل تدفعهم هذه المصالح السياسية لربما إغلاق عمل إغلاق حكومي مرة أخرى في الولايات المتحدة المحرك الرئيسي لتجمع الحرية بمجلس النواب أو المحافظين اليمنيين بالتأكيد هو الرئيس السابق دونالد ترامب يعني عدد كبير منهم هدد كيفين مكارثي بالعزل من رئاسة مجلس النواب إذ ما أصر على طرح مشروع القانون للتصويت هناك أيضا دونالد ترامب وجه رسالة العدد كبير منهم بمحاولة دخول أو إدخال الولايات المتحدة في حالة إغلاق حكومي تجنبا لتمويل المصاريف أو المصرفات الخاصة بالقضايا الفيدرالية المرفوعة ضده في ثلاث ولايات أمريكية بالإضافة للعاصمة الأمريكية وواشنطن ولكن وزارة العدد ذكرت بأنه حتى إذ ما دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي لن تتأثر عملية استمرار هذه المحاكمات الفيدرالية والتي تتضمن 91 تهمة جنائية تجاه الرئيس السابق دونالد ترامب أيضا هناك تهديدات اقتصادية بشكل عام لنا حول إذ ما دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي وكالة موديس حضرت بأن التصنيف الاتمانيين للولايات المتحدة سينخفض منذ شهر تقريبا أو شهر ونصف انخفض التصنيف الخاص بفيتش أو منظمة فيتش المالية خفضت من التصنيف الاتماني للولايات المتحدة بسبب أزمة سقف الدين العام التي حدثت بين الجمهورين والديمقراطيين وبالتالي أي إغلاق حكومي جديد سيخفض أكثر من التصنيف الاتماني للولايات المتحدة وقتر سلبا على اقتصادها بشكل عام طيب وبالتالي هل هناك أي تحركات من داخل الكونغرس بشأن الموازنة كريم والحديث يجري الآن حول إغلاق بعد يومين بالتأكيد إذن ما حدث إغلاق قد تغلق بعض الوزارات الأمريكية مثل وزارة التجارة ووزارة الصحة بعض الوزارات قد تغلق قد يتأثر أيضا البنتجن الأمريكي ولكن البيت الأبيض أصدر بيانا يحط عضاء مجلس النواب على الإصراع في تمرير مشروع القانون الذي يؤجل فكرة الإغلاق الحكومي حتى منتصف نوفمبر القادم ذكر أيضا البيت الأبيض بأن هناك محاولات حتيثة من الرئيس جو بايدن على أن لا يتأثر البنتجن الأمريكي وعناصر الجيش الأمريكي بهذا الإغلاق الحكومي وأيضا عناصر إنفاذ القانون بالنسبة للمباحث الفيدرالية والشرطة الأمريكية وقد تتأثر كما ذكرت بعض الوزارات الأخرى المدنية لكن بشكل عام حتى الآن هناك محاولات حتيثة من قبل مجلس الشيخ للتأثير على تجمع الحرية بمجلس النواب للتوافق مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارتي وطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس النواب وتمريره قبل مساء يوم الجمعة لأن يوم السبت بتأكيد هي عطلة أسبوعية لن تكون هناك جلسات بالكونغرس الأمريكي وموعد الإغلاق المقرر هو مساء يوم السبت صباح يوم الأحد بالتالي الولايات المتحدة أمام أزمة اقتصادية وسياسية جديدة واضح شكرا لك كريم يسري كنت معنا من واشنطن